السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. ازيك الشيخ سلام? اهلا وسهلا مرحبا ام يوسف تفضلي. لو تمحت الشيخ سلام انا عندي سؤال بس انا عايزة بعد اذنك يعني اجابة واضحة مش عايزة يكون فهنا صايح. طيب حاضر قولي. هو انا متزوجة يعني من 12 سنة ومعايا ثلاث اطفال. تمام. فجزء يعني انا اللي مختراه ومخترني وكده وكنا متفقين مع بعض. بس هو المشكلة اللي فيها شيخ ان هو مش بيصلي. وبيشرف سجير. وحاجة تانية يعني شبه السجير يعني. الله يهديه ويسلح حاله. بس هو يعني هو كويس معايا في كل حاجة معاملة ومصاريف. كل حاجة كل حاجة كويس. هو ده العب الوحيد اللي فيه. حاولت معايا بكل الطرق يا شيخ. يعني كل النصائح قدمتها. ايه السؤال? السؤال بقى هو دلوقتي يعني. يعني انا بسمى حديثي نتارك الصلاة وكافر. فانا دلوقتي يعني استمراري في العلاقة معايا حرام ولا حلال. انا مش فهمة. وانت مش عايزة نصائح. انا مش عايزة نصائح عشان انا عملت معاه كل حاجة. اما انت عايزة ايه؟ بيقوم مصرح. لا انت عايزة مني انا ايه؟ تجابة ايه؟ انا استمراري في العيشة معايا حرام؟ ايوه انت بتقولي مش عايزة نصائح. عايزة مني ايه؟ معايا ولا لا؟ مش معايا. طب شوفي انا انا فهم سؤالك. هل انت علاقتك بزوجك مدمن المخدرات هفترض يعني هو مدمن هو مش كده ان شاء الله تعالى. رجل ما بيصليش لكنه لا ينكروا الصلاة. هو بيقول بس ان شاء الله بقى صلي. بعدين ربنا سهل. بيصلي بجمعة. بيصلي يوم. بيسيب يوم. لكنه لا ينكر الصلاة. يتركها تكاسلا. هل هو كافر ام لا؟ اختلف العلماء في ذلك. كل العلماء بيقولوا مش كافر. الامام احمد ابن حنبل بس قال انه كافر. خل الحديث على ظاهره. اللي هو ايه؟ من ترك الصلاة فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. من تركها فقد كفر. الامام احمد ابن حنبل انا بقولش وعزة هو بقولك كلامهم. الامام احمد ابن حنبل خد الحديث على ظاهره. بقيت المزاهب كلهم قالوا لأ. الموضوع ما يتخذش على الظاهر. كده مش كل واحد تارك للصلاة يبقى كافر. قالك ده النبي صلى الله عليه وسلم يقصدوا انه التارك عمد او التارك نكرانا. يعني تقوله تعصلي يقولك لا مش مصلي. يبقى كافر. يقولك عم بلا صلى بلا وجع دماغ. كافر. يقولك مفيش حاجة اسمها صلاة. كافر. لكن واحد اه والله والله يا شيخ ادعي لنا ادعي لي يا بنت الله يديك اصلاح حال. تقولي تقولي جوزك صلى يقولك ان شاء الله والله ان شاء الله ربنا سهل. ادعي لي بس ادعي لي ربنا سهل حال. ده مش كافر. اما الايه عاصي. مسلم عاصي. فاسق. تمام. نعمل ايه بقى في الحالة دي. تعيش معه مراته ولا لا تعيش معه. لانه التفريق بين الزوجين لا يكون الا بالكفر الصريح بمعنى الردة. والخروج من الدين بالكلية. او انكار معلوم من الدين بالضرورة. الرجل بيمكر معلوم من الدين بالضرورة. بيقول ما فيش حاجة اسمها صلاة. ويجي يقولك انت مجنونة. ايه اللي تبتعمليه ده؟ ده يتم التفريق وبينكما. تفريق ما فيش طلاق. يعني انت ما تجيش تقولي اطلق ولا لا. ده هو لو ارتد يبقى ما فيش حياة اصلا. بيتم التفريق بينكما. لكن جوزك ما بيصليش. بيشرب سجايد. بيشرب مخدرات. وبتقول له صلي يقولك ان شاء الله. طب بطل لهباب اللي بتشربه يقولك ربنا ساهل ادعيلي. اعيش معاه؟ اه طبعا عيش معاه. قال الله تبارك وتعالى. وامر اهلك بالصلاة واستبر عليها. اصبر يا عليه. كن ربنا سبحانه وتعالى يهديه على ايدك يجعلك سبب في هدايته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها.